أصدقاء في كل مكان في كل زمان أحييكم بكل تحية تحبوا أن تحيوا بها والإخوة والأخوات في كل زمان وفي كل مكان لكم السبعة الخير مساء الخير السلام عليكم كما تحبون أتمنى لكم كل الحب والتقدير والأمن والأمان وراغد العيش بإذن الله سبحانه وتعالى خاصة ما ما زلنا ونحن ما زلنا محاصرون بالكورونا وأبعادها وأخواتها إلى آخره والفطر الأسود وطلع في فطر أبيض تاني إلى آخره كل هذه الأشياء اليوم نتكلم الحلقة الرابعة في فتفاضة خمسة لخمسة المشاكل اللي بتواجه العمل الخير والمجتمع كذلك واليوم هنتكلم عن قصة التحديات اللي بتواجهنا في منصات تواصل كماعي وكذلك اللي هو الحاكرز اللي بيخشوا علينا ودي حاجة ما كانش مخططة لكن أصبحت جالية واضحة بعد الأحداث اللي حدثت في إخلال الأسبوعين الماضيين أنا بشكر الأستاذ علي الشو على مساعدتي في عمل اللي هو الشرايح ترتيب الشرايح للعرض وأتمنى لكم يعني متابعة إن شاء الله جيدة القصة زي ما قلت إن في قضيتين جداد مش خمس قضية زي كنتم انتفهم معكم قبل كده هو الأولى كثير جدا من الشباب أثناء تغطية أحداث التي حدثت في غزة والتي حدثت في القدس والمسجد الأخصى وعماكن أخرى كذلك وجدوا إن بعض منصات تواصل اجتماعي غير حيادية تنحازل طرف دون طرف وبدأوا يعلنوا أنهم هيملوا مقطعة لكثير من هذه المنصات أنا بقول لهم يا شباب قد تكونوا محققين في هذا لكن أيضا انظروا إلى الجرائد العربية وانظروا إلى المتلفزينات العربية وانظروا إلى الجرائد والتلفزينات الأمريكية والأوروبية كذلك قبل أن تخطو خطوة كبيرة المستهزة خطوة علشان يكون تفكركم قويم إن شاء الله ديني مرة واحد القضية التانية قضية الاختراقات اختراقات الحسابات الكمبيوترية المرامل الكمبيوتر واختراقات اللي هو الصفحات الموجودة على السوشال ميديا خاصة التويتر والإنستجرام والفيسبوك أنا قبل ما نخش في الخضم الكبير جدا دا حرج معكم بعض الكلام اللي احنا تكلمنا فيه معكم منذ سنوات وأنا تكلمت فيه مرارا وتكرارا وتعبت من كتر الكلام دا معكم ولكن هذكره فإن الزكرة تنفع المؤمنين والأسكياء والأسكياء من أمثالكم أول حاجة في حاجة اسمها ثقافة المانح سواء المانح دا كان في العمل الخيري وعلى عمل الاجتماعي أو كانت حكومة أو غيرها فكل مانح بييجي بسياسته بييجي بسخافته وبيفض عليك السخافة بتاعته والسياسات بتاعته فقد تكون أحد المنصات منحازة الجهة لك دي سياستها وقد تكون أحد الدول في المنحة بتاعتها محتحاجة منحازة الجهة معينة إلى آخرة فاللي بيعتمد على المانح الخارجي والسلطان المال الخارجي لابد علي أن يعرف أن مثل هذه استخدامات موجودة دي من بواحد هنعرفين أنه في تضييق عام في كل مكان في العالم حاليا دولة خاصة في المشرق العربي أو المشرق الأسياوي أو المغرب اللاتيني على مساحات الحريات خاصة المؤسسة المكتماع المدني والأفراد اللي عاملين فيها حتى التضييق ده بدأ يأتي لأوروبا وأمريكا في أصبح في تضييق للمساحة الحريات المتالاتة كان نحن نكلم فيه من زمان اللي هل الجمعية بتاعتنا عندها استقلال اقتصادي بمعنى لا نتستطيع أنها تعتمد فقط على التبرعات وعندها أوقاف والسلطانات ولا لا دي المتالاتة نواربعة كثير جدا من الأنظمة الموجودة عندنا أصبح يدرها المؤسس العسكرية أو الأمنية أو بعض العائلات اللي بعضهم أفسد المجال وبعضهم أنجز وفلح وأصبحت طائفية الحكمة أصبح طائفي وأصبح ديني ومنحاز لجهة معينة وأصبحت عرقية بكتير جدا من البلاد كل هذه الأشياء يابد نرجعها قبل ما نتكلم عن أنها حنقاطع فلان أو فلان أو فلان ما شكل المجتمعات لا تنعيش فيها الأمر الخامس هو تجليل الشعوب كان فيه سياسة كبيرة جدا منذ أكثر من سبعين سنة في كتير جدا من الدول لا ينفق ولا يستثمر في المجال التعليم السادس إهمال القطاعات الخدمية اللي هي الصحة والطرق والكباري والمواصلات والتعليم وكل هذه الأشياء السابعة ازداد مع الدولات البطالة اللي موجودة عندنا وهجرة الهجرة العكسية الهجرة الهجرة السلبية للخارج من العقول اللي موجودة في البلاد نمر 8 فيه حملة كبيرة جدا منذ يمكن عاخدين أو تلات عقول على كره الإسلام وكرهية الإسلام وازدياد الإسلاموفوبيا وربط الإسلام بالتخلف والتطرف والإصدامية والرجعية والإرهاب دي الحملة دي بنش فقط من المسلمين من غير المسلمين لا دي من المسلمين حتى من بعد حكام المسلمين لما كانوا بيحذروا أمريكا وأوروبا من المساجد اللي موجودة عندهم علشان يحاولوا يضايقوا على العمل الإسلامي موجود في مصد هذه البلاد نمر 9 ازداد معدلات فساد الحكومة ورؤدالي في الدول دي لقالبيتها من المسلمين العزب الله والزياد مدنيات هذه الدول بطرق غير عادية خاصة في خلال العقدين الماضية نمر 10 في بعض الحكومات من الدول دي بتخش في اتفاقيات طويلة أو متوسطة المدى دون أن تختر لحكومتها ولا اللي هو مجالسها النيابية أو وزارتها الحكومية أو وزارتها أو مؤسطة مكتوبة المدنية فيها إلى أو مؤسطة التشعيع الأخير مناسبة اكتشف فيما بعد أن حصل اتفاقات ما بين السيد الرئيس أو بين السيد الرئيس الوزراء وهذه الدول الأخرى نمر 11 يعني عطفت أو يعني عكفت هذه الحكومات أو كثير منها على تهييف الشباب تبحايف وإبراز وإبراز نجوم ورموز المجتمعين لا يعبروا عن قيم المجتمع وثقافاته تاريخه وأجيانه وحضراته اللي عاش من خلال الأجداد والأسلاف نمر 12 فيه ثقافة جديدة تجدت ترعت ومش حديثا يعني ترعت من زمان وما زيت قائمة ثقافة ضربة الحظ لو الحظ يضرب معايا كده ثقافة لو البيع تلعب معايا يعني البيع يعني الزهر يعني برضك حظ ثقافة التمني مع القعود ممكن إنسان يرجو معايا عمل يرجاء مع العمل يختلف مع التمني مع القعود ثقافة اليأس والتواكن والاعتماد على القدر آه يا سلام لو جالي جالك ليه وانت قاعد في بيتك ثقافة أو فلسفة هو أنا اللي حصل لحكون هو أنا اللي حصل لحكون يا عم سيبها ما يا خربانا خربانا دي بيش بلدنا دي بقى تغنى كل الثقافات دي يا شباب احنا تكلمنا فيها في طولة مختلفة في محاضرات كتيرة في خلالات سنوات عديدة ولكن احنا بننسى نقط 13 انا بذكركم بيها نقط تمسي صلاة الشعوب وتشويه الصور ورموز الشعوب اللي هما كتبوا هذا التاريخ بأرواحهم ودماعهم وإبراز نجوم جدد من الفسدة والمفسدية أنا بس بذكركم بمثل هذه الأشياء قبل ما بتنخش في معركة كبيرة جدا مش عارفين عواقبها أو نتائجها في مقاطعة وغير مقاطعة شوف احنا وقفين على الأرض صلبة والأرض رخوة والأرض هشة والأرض مركانية كل هذه الأشياء أيضا بذكركم بشيء تاني إيه هو الشيء التاني ده الشيء التاني ده إحنا كشباب ما بنقراش كتير أذكركم من إحنا شباب ما بنقراش كتير ورات اللي بنقرأ بنستوعبه قلة القراءة زائد عدم القدرة أو قلة القدرة على الاستعار لأنها أصبحنا دلوقتي مش قادرين نقرأ ونصبر على القراءة أصبحنا قادرين على الصبر على الاستماع وبنتابع ثقافة السندويتشات والواجبة الخفيفة والواجبة السريعة ويلا العلم المعرفة مش واجبة خفيفة ولا واجبة سريعة لو نظمنا لكل العظماء للعلماء سواء كانوا في العلوم تطبيقين اشتركوا في القناة 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 يا شباب اللي هي احنا بنقدرش كتير قدرتنا على أسعاب أصبع الضعيفة عدم الصبر على الاستماع واتباع ثقافة السنوات والجوارات السريعة والجوارات الخفيفة نعلم المعرفة اتباعكم الغريب للعجيب والجديد والغريب من القول نمرة أربعة يا شباب دايما الشباب ينشغلوا بالأراءة الخلافية وعدم التأكد من صحة معلمات اللي بتنشروها والأسف يعني نمرة خمسة الكتير مننا ومنكم أصبحوا موطين باريوجين يعني ايه؟ يعني بيهتموا بساهم بالأشياء الباريوجية زي الأكل والشرب والنوم واللبس والعلاقات الزوجية الاخيرة والقصة بتاعتهم الاخيرة ما اهتموش بحاكة تانية في المجتمع نمرة ستة قلة معرفتنا بتجاري المجتمعات الأخرى سواء كانت متقدمة ومجتمعات ايه متأخرة صريحة يا علي غير الشريحة صدو الدكتور ما احنا منشغلين جدا بالكسب لايش ده مش حرام وكتير جدا بيهجروا للخارج حتى ولو كانت الهجرة في المراكب الغير الشرعية دي يعني غير الشرعية دي بتؤدي إلى وفاتهم لأنه عايزين يخلصوا من حياة الضنك اللي هم عايشين فيها نمرة تسعى بقى احنا كشباب ما بناستثمرش في كيفية حماية منصتنا المجتمعية وحساباتنا من الهكاس واعتقد ان العالم الافتراضي ده بيحمي نفسه بنفسه ودي كلها اشياء خاطئة في فكرنا يا شباب قبل ما نتكلم عن الهجوم على منصات التواصل الاجتماعي ومن يديروها الشريحة يا علي هنتكلم عن القضية الأول هم الحاكرز مين هم الحاكرز يكون مجموع من الشباب شركات متخصصة جاية أمنية أو استخباراتية أفراد مستخدمين متخصصين بيستخدمهم المجرمين ناس مجرمين إلى آخر كل هذه الفئات تكون جايزة هم يكونوا هاكرز أنا عندي تجربتين تجربة شخصية حصلتلي في خلال الأسبوعين الماضيين وتجربة مؤسسية حصلت مختلفة سنتين أكلم عن تجربة شخصية أن في يوم 16 مايو من هذا العام يعني 2021 لقيت فيه مش قادر أخش على الصفحة بتاعتي اللي يسمعها دكتور هاني البنة فيه أكثر من 45 ألف وقدمنا شكوى للفيسبوك علشان يشوفوا إيه المشكلة إلى غاية الآن ما فيش رد إيجابي من الفيسبوك لكنه بيحاول في هذا الموضوع في هذا الموضوع ده أحد الحشياء اللي حصلتلي على الفيسبوك من أكثر من أسبوعين تقريبا فيه يوم 16 مايو أيضا أو لا من 16 مايو حوالي يمكن 20 مايو حطيت صورة للمالكو بتكرمني وصورة للبعض اللي أمل الناس الفقراء يعني في أفريقيا فللقيت في أقل 23 ساعة 1200 إنسان جديد جم يعملوا يعني متابع علي على الصفحة الأخرى اللي يسمعها هاني البنة وده أنا أعتقد نشيئة غريب جدا جدا في أقل 23 ساعة الأسبوع اللي فات 21 مايو وأنا بأتكلم المحاضرة بالإنجليز كانت يوم الجمعة تلاتة وأربعة من الناس دخلوا عشان يعملوا ضوشة وضجيج وأصوات غريبة وموسيقى إلى آخر على الزوم فدور الثالث أشياء دور حصلوا في حضرات أسبوعين ده بيكبين لنا إن في بعض الهاكرز اللي دخلوا عندي بيحاول يفسدوا اللي هو المحاضرات اللي أنا بأمليها ده بالنسبة للهاكرز وتجربة الشخصية وده الصورة بتاع الصفحة بتاعتي اللي اسمها دكتوراني اللي بقنا وشايفين أنتو الشركة اللي بتعمل إعلاناتها دي معرفش هم مين دول الكلام بلغة غريبة جدا احنا مش عارفنا وإنه الآن نسل الفيسبوك مرجع ليش الصفحة بتاعتي ودي طبعا على المحاضرات بتاعتي الأديمة اللي معمولة نفس المجموعة اسمها PHU K-I-A-N Online 2 يعني مش عارفين هم مين دول طب دي بالنسبة لتجربة الفرضية بتاعت الشخصية بتاعتها أما نزل تطلق المؤسسية فحصلت لمؤسسة منذ سنتين تعليم اختراق أجهزة الكمبيوتر بتاعتهم وشبكات الكمبيوتر بتبديخ شلت المؤسسة شلل رأسي وأصبحت غير قادرة على العمل لمدة تالة تشهر فلا فيه اتصال مع المكاتب أو تحويل أموال أو إسلام أموال أو اتصال مع الموظفين وحلفوا يحلوها مع تالة تشهر كلما يعني محظوظين هم كانوا عملين باكاب يعني عندهم نسح أخرى للداتا اللي موجودة عندهم ده بالنسبة للاختراقات أشهر المخترقين بقى عشان ده ده النقطة اللي أنا عايز أنا إيشكم فيها يا شباب أشهر المخترقين أطلعتهم اللي هم الأول حوحة تشيهم شاب كان اسمه كيفين ميتنك ده كان مراهق مراهق فعام 1881 التعم بسرقة معلومات كمبيوتر بسافيك بل فالتالي اسمه أدريان لامو كان عنده عشرين سنة سنة 2001 واستعمل وسائل الاختراق ياهو عارفين ياهو للوصول للمقالات اللي بتصدرها وكانت الاخبارات الوصول وكانت رؤية الإخبارية والتغير في محتوى ونشر كلام كاذب على جنرال جون أشكروف المدعي العام السابق لأمريكا وذلك لقيته كلام اللي لقيته نيويورك تايمز في على الانترنت في 2002 وكانوا تسمينه الهاكر المتشرد او اللي هو ايه اللي هو متشردين هما هما نسعت بالانجليز والله تكلم بالانجليز اللي هما هوملس هوملس هاكر أدبرت جونزاليز كان اسمه الحركي اسمه سوب نازي وكان هو في المدرسة في ميامي يعني المدرسة ايه يعني 15-16 سنة يعتبروه احسن الهاكر المخترقين واصبع ضليع ونشيط في الجرام في الاجرام التجاري على مواقع shadowcrew dot com كان عمره 22 سنة اللي هو بدأ وهو في المدرسة في ميامي لكن المواقع 22-22 سنة كان هو top وعام 2005 اخترقت TGX من المبيعات في امريكا وسام 256 مليون دولار ده اللي هو البرت جونزاليز او اللي هو منسميه سوب نازي ماثيو بيفان وريتشارد بريس اخترقوا امام بريطانيا اخترقوا العديد من الشبكات العسكرية في عام 1696 ومنقال جريفث القوية ووكالة معلومات العسكرية ومركز ابحاث نووية الكورية الاسم الكاري لهم اللي عملو في 96 جينيسون جيمس انشيطة كان عنده رغبة في استعمال برامج الكمبيوتر بتستعمل الروبوت على اثار العدوى العدوى اللي بتيجي الكمبيوتر الروبوتر تحكم في جهاز الكمبيوتر وستطاع اختراق 400000 كمبيوتر عام 2005 وتم حبسه لمدة 57 شهر يعني اقل من 5 سنوات شاب اخذ اسمه مايكل كليك فعام 2000 الشاب ده كان عنده 15 سنة كانوا مسموه المافيا بوي او ولد المافيا ووجد وسيل الاختراق انزمة الكمبيوتر بتاعت الجامعات واستطاع اعاقة الجهاز البحثي رقم واحد في العالم خلال اسبوع ثم بعدها اخترق اجهزة دل cnn amazon وده اللي خلى الحكومات والشركات تحط قوانين لمحاربة الجريمة الاكترونية فهنا بنشكر كليك على الابداع بتاعه اللي خلى الحكومات تعمل قوانين لمحاربة الجريمة الاكترونية كيفين بويلسن اللي عنده 17 سنة سنة 83 من خلال برنامج الياس دارك دانتي اخترق برنامج apparent apparent اللي بستعمله شبكة الكمبيوتر البنتاجون اللي هو الوزرط الدفاع الامريكية فعام 88 اخترق شبك الكمبيوتر الفيدرالية تاعت الحق الامريكية فعام 90 اخترق محطة راديو كسب عربية بورش وجازة جازة في دارو دماء وعشرين الف دولار 17 سنة بدأ جيروسن جيمس استعمل حاجة الياس كومراد استعمل اخترق لعدن الشركات واخترق عن نزام الكمبيوتر الخاص برنامج الدفاع الامريكية زي ما جي في نيويورك تايمز وكان عنده عمره 15 سنة بعد 1980 دخل على أكثر من 3,000 موظف حكومي وعرف أسماء استعملاتهم وأرقام شفراتهم ومعلومات أخرى حساسة بيهم وغيرهم من منصط اختراق الشبكات الإلكترونية أما ننظر بقى شوف الشياب دول عمل بطريقة إجرامية أو غير إجرامية بس فيها ابتكار الشياب بتوعنا عايزين يعملوا مقاطعة أما عن طلب الشياب بمقاطعة هذه الصفحات قلت أن حدث طرف دون طرف في حداث غزة وغيرها فهموا محققين في بعض عدم الحيادية من هذه المنصات لكن تعرفوا يا شباب أنا ذكرتلك التمانية دول أن متوسط أعمار الشباب الهاكرز دول كان كم سنة ستاشر سنة ستاشر سنة ستاشر سنة ستاشر سنة وإحنا عندنا قاعدين في البيت ما بنعملش حاجة عادي ما نفكر وننخمخ ونعمل مظاهرة إلى آخر سؤالي لكم يا شباب هنقع نعمل مقاطعة إيه اللي بعد كده نعمله نرجع نسمع مقولات قيلت في القرن الثمنتاشر والقرن الثانتاشر والقرن العشرين نتلاتها من الفلاسفة والعلماء المسلمين وغير المسلمين أول واحدة كانت معالم النبات الفلاسفة السويسري اسمه جان جاكروسو قال إيه تسمعوا دي بقى مهمة جدا اللي احنا كلنا بنحتقل الزراعة قال إيه جان جاكروسو اللي ولد في 1712 ومات في 1778 سبعمائة في قرنة 18 جان جاكروسو قال إيه قال الفلاحة اللي الفلاحة الزراعية هي الوسيلة الوحيدة اللي تم تضمن بها الدول استقلالها الخارجي لذلك هنا كل الدول الأوروبية تنتج ذاها فلو كان لك ثروات العالم كله بنما ينقصك الطعام فإنك ستكون تحت رحمة الزراعة وتذكر أن التجارة تنتج لك ثروة تذكر أن تجارة تنتج لك ثروة لكن فلاحة تمنحك الحرية أولها تاني الفلاحة هي الوسيلة الوحيدة لتضمن بها الدول استقلالها الخارجي فلو كان لك ثروات العالم كله بنما ينقصك الطعام فإنك ستكون تحت رحمة الآخرين وتذكر أن تجارة تنتج لك ثروة لكن فلاحة تمنحك الحرية جان جاكروسو اللي هو العالم النبات اللي هو الفيرسوف السويسري الذي عايش من القرن الثامن عشر ماقول التانية العالم الجليلي الشيخ وعبد مولا الشعراوي قال لك اللي يأكل من رأسه سوري اللي يأكل من فاسه قرره من رأسه يعني اللي طلع من الأرض الخبز بتاعه يستطيع أن يأخذ القرار السياسي بتاعه ده برضك ده من علماء القرن العشرين خليل جبران خليل جبران قال كلمة وده كان شاعر وكان كذلك الفيرسوف وكان كاتب وكان رواي وكان رسام جبران خليل جبران قال ليه الويل إنه أمة تلبس تلبس مما لا تنسك أو تنسك تأكل مما لا تزع وتشعر مما لا تعصر يعني الويل فما بين جبران خليل جبران اللي هو ولد في نهاية القرن التسعتاشر ومات في القرن العشرين وجين جاكروس اللي عاش في القرن التمنتاشر والشيخ شعراوي اللي عاش في القرن العشرين التلاتة اجتمعوا على شيء واحد ونورك كله ننظر بقى إنه هو الفلاحة 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 أسئلة مهمة لنا يا شباب نسأل نفسنا في العالم العرب والإسلام هل نحن نأكل مما نزرع قبل من نعمل المقاطعات دي كلها نسأل نفسنا إحنا فين هل نحن أنا مش ضد المقاطعات بس أنا بقولك إحنا فين عشان نعمل المقاطعات دي كلها أن نحن نأكل مما نزرع نسرب مما نعصر نلبس مما ننسج نبني مما نصنع نسكن فيما نأمن فنصبح قادرين على صناعة دواءنا تعليم أطفالنا حماية أجيالنا تشهيد نهضتنا وأبناء حضراتنا سألنا أسأل نفسنا السؤالة دي والعملية كلها فزعة 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 غير مدروسة هل الشباب الواعي نعم المقاطعة لكن مع وجود البديل فنظر هنا أنا جانبين الأول سلبي والآخر إيجابي أما السلبي فعن مصدر تعامنا ودواءنا ولبسنا حتى الموضة حتى ابتكار النماذج والتصميم الجيدة في اللباس في تصريحات الشعر حتى المقاهي اللي احنا بنعود عليها حتى المشروبات السحنة اللي احنا بنشربها حتى المشروبات الباردة اللي احنا بنشربها حتى الوجوات السريعة والخفيفة بيصنع محلية للأسف دي بعض الأشكال اللي احنا بنشوفها هل هذه صنعت في في مكة في المدينة في المنامة في القاهرة في الرياض في باكستان في أفغانستان التسحة أخرى جتلنا كل حاجات دي جتلنا ونحن منباهرون أو منباهرين بها انبهار الجينز ومع أدراكا ما الجينز أو البنطانات المعطاعة اللي احنا بنبسها أربطنات السقطة اللي منورة ما زالت إلى الآن وغالية جدا وحتى البنات والشهاب يشتيروا المنطرون السليم ويقعدوا يقطعوا فيه وششروا فيه ودي موضة تانية تعرفش الأخ ده وقف على إيه ولا لدي لبسة إيه الترطول اللي هي لبسة ننظر لثلت دول أو أربعة دول في المنطقة العربية تعدادهم حوالي أكتب من أربعين في المئة من سكان العرب فيهم ثلاث أنهار يعني من الجانة دجل والفرات أنا كنت في العراق من بلع السنوات وإحنا بنفطر لقيت معلبات بنكرها فبقرأ عن المعلبات دي والعراق يعني فيها دجل والفرات من أغنى من أغنى من أغنى من أغنى الدول اللي سفقد من طالح عربية وعن نستنبه في العالم كله أو لأة أن نستورد الأكل ده من دولة مجاورة الدولة المجاورة إما دول صحراوية في الشرق العراق أو جنوب العراق وإما دول ما فيهاش مية في غرب العراق وإما في شمال العراق اللي هي الدولة الوحيدة اللي هي عندها قوة اقتصادية هي ايران لكن قيلة لها دولتين اخرتين السودان اللي فيها اكتر من 200 مليون فدان بتروب المطر و20 مليون فدان على نهر النيل عندها ازمة طاحنة في رغيف الخبز جنوب السودان عندها مجاعة لامرين لامر الحرب الاهلية زاد امر عدم قدرة الناس بسبب الحرب الاهلية جونية مصر العربية اغلب المحصولات المقولية بتعادتها بتسرير لهم برا في مشكلة في كل هاتي الاشياء وشوف النهر ايه شكله قدير دي مصادر الغزاء بتعاني لما اقولت ابو كده حتى المقايم ومحلات لجبات السريعة والمطاعم والمطاعم الغزائية الكبرى اصبحت تأتي لها من الخارج وكذلك منتجات دوائية والصحية يا شباب عرفوا من انتم وانا نعيش الثاني كان ايجابي الشياء عملوه وده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للمنصات التواصل الاجتماعي كان فيه فيلم زمان اسمه اللي درتي دازن أو حاجة زي كده هو يعني او العظماء السبعة مش هفاكر الاسم ايام زمان من هولوود انا بسمي دول العظماء الحداشر لما عملوا اكبر خمس منصات للتواصل الاجتماعي في العالم كن بقى بعد كده المنصات دي تحكم فيها بعض الجهات وسيستها وعملتها ده شيء تاني لكننا نتكلمين على إبداعه للشباب اللي بدأ من سنة 2004 إلى منها هي أقل من عقدين من الزمان مارك زوكر بيرغ كيفين سيستروم مايك كريغر جاك دورسي بيز ستون نوح غلاس ايفان ويليامز جاويل كريم يوتيوب شانج يمينغ تيك توك تعرفوا أصغرهم كنا عندو كم سنة كان عندو عشرين سنة وأكبرهم كان عندو سبعة وثلاثين سنة متوسط أعمارهم كان حوالي ستة وعشرين سنة يعني زينا كتير جدا وحنا نتفرج عليهم يعني أصغرهم اللي عمل في سبوك ده كان لسه في الجامعة كان في سنة أولى أو في سنة تانية وبدأ التفكير في العمل ده وهم قبل كده فأصبح متوسط أعمارهم لما بدوا من تاتة وعشرين لخمسة وعشرين سنة تعرفوا دخلهم أو دخل المؤسسات دي في 2019 كان حوالي 138 بليون دولار إبداع من شباب صغير عادين يفكروا زي الهاكرز اللي احنا كلمنا عنهم دول شباب قدروا يخشوا على شبكات كمبيوتر محمية أنا ضد الجريمة طبعا لكن أقول لك إزاي الإنسان بدأ يبدع يخترق مصنع هذه الشبكات متوسط أعمار الشباب المبدعين الذين أحدثوا ثورة في المجال الافتراضي والمعلومات يوانشاؤنا منصات تراشق معي تتراشق ما بين 16 و 26 سنة إحنا فين بقى يا شباب المقاطعة الناس دي عملت ثورة هل أنتوا عملتوا بدائل ولا بس إحنا عاملين فزعة إلى آخر الفزعة لابدت تجون جزء من مسيرة أو جزء من وسائل التغيير دي بالنسبة لنا يا شباب بالنسبة لنا أنا لكم رسالة استغاثة صارخة نعلكم تعقلون ونحن معكم إن أردتم ولكن لابد إن احنا ما نريد أن نغير نبرمج برنامج التغيير التغيير مش مظاهرة ولا مسيرة ولا مجرد مراحظات بنحطها على الصفحات الأكترونية بتاعتها فنتحمس إلى الشباب لهذا الانتاج أنتاجها لأ العظماء العاشر الحداشر لما بتواصل اجتماعي خلاص ولا أنتج منصات بديلة وأكثر حيادية عادي من منصات أخرى عملا من منصات أخرى البجارة موجود قدامكم إن الفزعة جزء من الحل وليس الحل كله لقد أثرت قضية الإنسانية لمعاناة الشعب الفلسطيني عدم الحيادية الإعلامية في التعامل معها فعلينا إجابة إجابة البدائل خلاص أنت حرين قد يسأل مرء مننا كيف هذا وأنت الذي قلت من قبل أن تقلص مساحت الحريات في بلد المشرق قدت إلى وقت الإبداع وقت الإبتكار وقت الإختراع ووقت تشهيد النهضات إلى آخره نعم لكن ما تنسوش يا شباب إن في لكم أصدقاء وأقارب من بلادكم عايشين في أوروبا وأمريكا بعشرات الملايين ممكن هم دول معكم يستطيعوا إحداث البدائل أو إنتاج البدائل ليه لوجود مساحات أكبر من الحريات في هذه الدول لوجود نهضات علمية وتكنولوجيا في هذه الدول لوجود مؤسسات قوية تدفع عن حريات الشعوب وحكوم الموطنين في هذه الدول لوجود مؤسسات تحافظ عن ملكية الفردية الأفراد والمجتمعات والمجتمعية المؤسسة كل هذا ممكن جايز لكن مش فقط إن العملية تبقى يعني صرخة وخلاص صرخة جزء من الحل وليس الحل كله فذلك علينا أن نجد البدائل مع أبناء الجليات المهاجرة التي بداية الحق في الدفاع عن حربيات أبناء الإنسانية التي هاجروا منها وكذلك حربيات أبناء الأوطان التي تدافع عن قضاياها العادلة مثالتي لكم يا شباب ديما كنت أنا بعمل بعض كل هذه الأسئلة أنا أقدر فيكم الروح الحماسية التي تتمتعون بيهنكم شباب طاقة الطاقة الديناميكية ما تمنحكم الله إياها الحركة السريعة المعبرة عن القدرة على إحداث التغيير المجتمعي المنشود الإيمان الغض النقي الكامل في الأفئدة الرؤية الشاملة لتحقيق أحلامكم والخطة الثابتة المحققة المحققة لرؤياكم ولكن وده مهم جدا يا شباب البناء ليس فزعة فقط بل هو فزعة وقفة قطوة مسيرة رؤية خريط طريق تواصل تكامل بناء شركات بناء تحالفات تمكين مجتمعات بناء قدرات تفجير الطاقات اكتشاف قيادات محافظة على الحريات ضمان الحقوق إقامة عدار المساواة استقرار الأمن والأمان تنفيذ البرامج تحقيق الأهداف ورجعة الخطط والإنجازات تصحيح المسارات والتعلم من الإخفاءات كل هذا يابدنا نحطه وإحنا نريد أن نجد البداية كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا يا شايف أننا لدينا أنشأوا أكبر منصات تواصل اجتماعية وحتى الكثير من الهاكرز كانوا من الشباب أمثلكم فإننا نحن من منظومة التعليم والتكنولوجيا المؤديان إلى الإبداع والابتكار والاختراع نحن من العمل الدؤوب والصبر الرؤوب أن نحن مما قالوا الفيادسوف السويسري جان جاك روسو الشيخ العالم الجنيل محمد متولي الشعرابة والكاتب الشاعر جبران خليل جبران والذي يتلخص في أن بناء الاقتصاد المحلي الضامن لاكتساب الحريات يقم 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 على قاعدة صلبة وهي الفلاحة المنتجة للغذاء الفلاحة المنتجة للغذاء لذي تحتاجه المجتمعات أنا فاكرين سيمون بوليفارد في كولومبيا في أمريكا الأثنية قائد الصور التغيير في القرن الثمنتاشر تقريبا كانت صورة زراعية وبعد جاء جيت شي جفارة وجي ناس كثير جدا غيره تكملوا هذه المسيطة ونعلم يا شباب أن المقاطعة هي جزء للحل بس كل الحل وأن الحل يكمل في إيجاد الحلول البديلة ونسبقط في التظاهر الجمهي والحسود الشعبية بل في رفع مستوى الوعي المجتمعي المؤدي إلى إيجاد رفع المستوى الوعي رفع المستوى الوعي من قد رأينا يا شباب وأنتم معنا من ينتج طعامنا ينسج لبسنا يصنع أدوائنا يمنهج تعليم أبنائنا يتوّر لنا تكنولوجياتنا يبرمج لنا تحديث مع أصدقائنا لقامة العلاقات حتى مع زوجتنا واني ربنا أولادنا من منهج تربية جاية من أماكن مختلفة حتى تصميم وتصفيف شعورنا حتى خطونا حتى موسيقانا حتى أشعرنا عفيقوا يا شباب فلنحن مستعدون أو أنتم مستعدون لشأن بالخوض هذه التجارب وموجهة هذه التحديات بتقديم التضحيات التنازل عن المكتسبات الاستغناء عن الكماليات الإيمان ببناء المجتمعات والإثار للمحافظة على المقدرات مقدرات من مقدرات الشعوب كلها سياسة مقدراتكم أنتم هل أنتم يا شباب مستعدون لمحاربة الفساد العيش بقلة الزاد ومشاركة البعاد من أبناء الوطن في حكم البلاد ولا هم يعتبرون أجانب يا أنتمون الوطن هل أنتم يا شباب قادرون عن استعاب أبعاد المراحل لا تستفنش بداخلها من أجل تحقيق أهداف كل هذه الرؤى التي نرجو من الله أن يحققها على أيديكم هل أنتم يا شباب مستعدون لحماية المكتسبات إنجاح الثورات إنجاز المعطيات تحديث النهضات تفعيل الطاقات وبناء القيادات هل أنتم مستعدون لكل هذا؟ إن بناء منصات التواصل الاجتماعي هي جزء من مسئلة البناء المجتمعي وليس كل البناء فلزامن علينا أن نحدد أبعاد رؤانا الضامنة لبناء مستقبل مسئلة شعبنا إن بناء منصات التواصل الاجتماعي جزء من مسئلة البناء المجتمعي وليس كل البناء فلزامن علينا أن نحدد أبعاد رؤانا الضامنة لبناء مستقبل مسئلة شعبنا إن ما حدث من هذه منصات والدوار العالمية والقرائد والهاكز أثناء تغطية أحداث غزة الألمة أثبتت أن أصحاب الحقوق هم فقط القادرون في الاستمرار المطالبة بحقوقهم المشروعة مطالبة حقوقهم المشروعة في العيش المكرمة علينا جميعنا يا شباب أن نكفل قضية المطالبة بالحقوق والحريات لكافة الخلاق وليس للبشر فقط علينا أن ننتظر حتى تموت الشعوب تسلق المقدرات تشتت المجتمعات تقتصب الحرمات تدنس المقدسات حتى نبدأ في الإفاقة والاستجابة لحكاية الشعوب لقد شهادنا كيف تعملنا مع قضايا كثيرة جدا إنسانية وحينما اختفى الإعلام اختفت هذه القضايا ضبحت فيها الشعوب وذهبت مع الرياح حينما غاب الإعلام من القضايا قضية البصنة والكوسفو واليوجور وأفغانستان أفريقيا الوسطى كاشمير الصومال كونجو الديمقراطية نجيين الأنسانيين في جنوب السودان حاليا مين يعرف عن جنوب السودان بيحصل في إيه مين يعرف الجفاف التصحر السرقة المقننة لكل مقدرات أفريقية وغيها وهكذا مين يعرف ما عادش يعرف فيش إعلام أختم بهذه المقولة أن العالم الفسيح بكواكبه ومجراته أفلاكه سمواته نجومه أقماره وشموسه لم نخلقه الله الخالق نتتمتع بها فئة دون فئة جنس دون آخر أو أبناء دين دون أبناء الأجانب والسخفات الأخرى كلا بل هو لنا جميعا فالتستطيعون يا شباب ونحن معكم على تحقيق هذا الحلم فإن كنتم عازمونا فسنكون معكم عازمونا ونصبح جميعنا نصبح جميعنا حازمونا في إسعاد أو على إسعاد أبناء هذا الكوكب الأرضي المبارك الذي جعله الله إرسل لنا جميعا وطلت عليكم يا شباب اليوم فإن كنت أتمنى أن الفضفضات تكون أقل من نصف ساعة لكن مع الأحداث اللي حدثت من الحاكرز والحملات اللي بتعمل على الفيسبوك لابد الإنسان يقف وقفه عشان يرشد الشباب كيف يتعاملون مع مثل هذه الكبوات وأصنعونا من الكبوات إنجازات وإبداعات وابتكارات خزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر